ايام صعبة جدا بنعيشها ومشاكل كتيرة جدا بتشوفها على مستوى السياسي على المستوى الاقتصادي وايضا على مستوى الشارع ناس كتيرة بتروح احداث عنف كتيرة اصابات ومصابين وغاز وكلام فعلا كل واحد بيصحى وينام على اخبار معظمها للأسف سلبي طيب في وسط الظروف دي كلها نعمل ايه عشان نقدر نصحى تاني يوم ونقول خير ونقول حنكمل ونقول معلش اكيد في حكمة من اللي بيحصل ده واكيد ان فعلا وزي ما دايما بنجأ لهذه الاية دائما واللي هي بقت كلنا بنرددها بشكل تلقائي وبنفتكرها عشان بتصبرنا ان مع العصري يسرى واعتقد ان هو ده اكتر حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة ازاي ممكن نشوف ان مع العصري يسرى ازاي ممكن نشوف نص الكوب الملآن زي ما بيقولوا في الظروف اللي بتبقى معظمها للأسف هقول ايه سلبي للغاية نهاردة هنتكلم ونحن في يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة ومن كده نستبشر ان شاء الله بإذن الله نهاردة هكون معينا الشيخ اسامة الكوسي الدعية الاسلامية هنفهم منه اكتر كيف يكون مع العصري يسرى صباحا خير صباحا النور اهلا وسهلا بكم ونهاركم سعيد وكل المشاهدين اهلا بحايدك الفجر يعني هو ده السؤال كيف يكون مع العصري يسرى ليه مثلا الله عز وجل ما قالش ان بعد العصري يسرى ليه قال ان مع العصري يسرى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الاية باختصار هي يعني مبعث الامل عند كل من يعني يصدق كلام الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل الذي يقول عن نفسه ومن اصدق من الله حديثة ومن اصدق من الله قيلة فالله عز وجل وعده حق وكلامه حق ولا يمكن ان يكون مخالفا للواقع باي حال من الاحوال الدنيا هي عبارة عن ترددات وتغيرات يعني حتى من الحكم التي نسمعها هذه الايام من بعض العقلاء انه يكون رسم القلب انا صحيح يعني شيخ ولكني طبيب ايضا فرسم القلب عامل كده فلما بنشوف رسم القلب خط مستقيم بنقول العيان ده انتهى مات خلاص يعني في الافلام حتى والمسلسلات بيب دي يعني معناها ايه انه خلص يعني فسنة الحياة هي التغير يعني فيها الخير والشر فيها السعادة والتعاسى والاحباط وفيها الامل وفيها الفشل فيها كل حاجة فيها الحياة والموت فيها الصحة والمرض فهذه سنة الله عز وجل وله سبحانه الحكمة البالغة نحن لا نعيش في الجنة هذه هي الارض ربنا قال ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فهذه الارض ليست دار قرار ليست دار استقرار هذه دار امتحان هذه دار اختبار يعني باختصار كل الاحداث اللي بتحصل دي هي امتحانات هي اختبارات تمام بس يعني انا اطلت حضرتك يعني بس هو فيه ممكن تكون يعني ظروف شخصية او يعني الدنيا ومشاكل الدنيا دي كل واحد بتختلف من شخص الاخر من عائلة الاخرى في ظروف حياتية لكن منشوف حواليا مش هقول في حتة بعيدة حواليا في بلاد قريبة يعني يعني في حد ادنى حد ادنى من الحياة الطبيعية اللي بتؤمنها الدولة لأهلها تمام بحس انه بعد كده بقى الدنيا تخبط فيه ما هو عايز بس ما يبقاش بيثابر وبيعافر عشان يوصل لأقل حقوقه وهو ده مربط اليأس وهو ده الاحباط جاي من هنا تمام بكلم ان احنا بنضادل عشان بس نعيش اصلا تمام انت وامثالك وامثالك انا ده بغطة الشباب تمام كده بالضبط هذا الجيل الصعد هذا الجيل الواعد الجيل الكبير جيل مختلف وبالتالي انا لا اتحدث الآن على مستوى فرد واحد او على مستوى الجماعة او بلد واحدة انا متكلم عموما عن سنة الله عز وجل في الكون هذه السنة بعض الناس يفهم من الرضا بالقضاء والقدر يفهم منه الاستسلام وهذا خطأ هذا خطأ كبير جدا يعني القناعة كما يقولون القناعة كنز لا يفنى والتوكل ولا التوكل بالضبط هل القناعة والتوكل يمنعان من الطموح ويمنعان من الاطلاقا بالعكس حتى الآية التي ذكرتها بارك الله فيك هي في سورة الشرح فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فأكيد فهذا معناه أن العسر يأتي معه اليسر كلمة معه تدل على المصاحبة يعني إذا أنت وجدت عسرا في حياتك لا تيأس بالعكس الآية تدعو للتفاؤل حتى لو كم مننا الآيات احنا أحيانا بنقرأ القرآن وما نكملش أو ما نقراش اللي قبله واللي بعده سورة الشرح كلها همة وكلها عزيمة ألم نشرح لك صدرك كمالت الآيات بقى في الآخر فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى نعمل إيه يا رب فإذا فرغت فانصب أنت لازم تتعب ولازم تعمل ولازم تجتهد ولازم تصلح ولازم تأخذ بالأسباب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فاجمع بين العقيدة التي في الله سبحانه وبين النصب والتعب وما يفعله الشباب ينبغي على جيلنا كل من تجاوز الخمسينيات من العمر لا بد أن نكون داعمين لهؤلاء الشباب لا بد أن نكون معهم نحن نساعدهم في ولادة مولود جميل يعني هذا ما ينبغي على الكبار لا أن يصيبونكم بالإحباط لا أن يصيبوكم باليأس لا بالعكس يجب علينا أن نكون في صفكم حتى وإن لم ننزل الميادين معكم نظرا لطبيعتنا يعني ممكن تقول أنها عبارة عن جيل عجوز والعجوز دي ممكن يكون جيله فكر وجيل شاب صاعد طامح عنده يعني أمل في المستقبل والمستقبل لكم وليس لنا ومن حقكم أن تختاروا مستقبلكم وليس من حق الجيل الكبير أن يفرض عليكم مستقبلا أنتم لا تريدونه وأنتم لا تحبونه إزاي ممكن نستلهم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعاملوا أو يعني المحل المشابهة اللي ممكن يكون مر بيها وزاي ممكن برضو نستلهم منه عبرا يعني عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم بس قبل أن أنسى برضو عشان فيه ناس بتفتكر الآية في سورة الشرح وبتنسى آية تانية في سورة الطلاق عشان كلمة معه وبعد لا الكلمتين وردوا في القرآن الكريم هو العسر سيأتي بعد اليسر قطعا العكس اليسر سيأتي بعد العسر قطعا ولكن هو مقدمة له يعني العسر يكون دائما ما زال الولادة فعلا أحسن التشبيه للقصة ديها الولادة الألام والتعب والمرار اللي بتعدي فيه السيدة الأم لحد ما تنصل في الآخر للاحظة الولادة ثم نأتي بشيء جميل فنقول مصر ولد وفي دلوقتي طبيب واقف بيولدها وفي عوامل معاكسة والجنين اللي في الداخل ده لو قوي حيخرج يعني من المساعدات في الولادة قوة الجنين نفسه من المساعدات في الولادة إن الأم اللي هي مصر الشعب المصري دي يكون قوي ومتماسك حتى تستطيع أن تخرج هذا والطبيب بيساعد من الخارج إذن هناك عوامل كثيرة لتيسير هذا المولود أنه يخرج مولود سليم وجميل بإذن الله آية الطلاق قبل أن أنسى هذه الآية السابعة في سورة الطلاق يقول الله فيها سيجعل الله بعد عسر يسر عشان برضو من يقولش القرآن ما فيهوش بعد لأن القرآن فيه معا والقرآن فيه بعد معا تفيدون الأمل إننا لما شوف العسر وأعيشه لا أفقد الأمل لأن فقدان الأمل وحصول اليأس سيكون سببا في فشلي في الأخذ بالأسباب وأنا لا أريد أنهار فبالتالي آية معا تفيدني العزيمة آية بعدها لأنه فعلا يحصل بعدها ولما شوف اليسر بقى ما نساش العسر يعني ما نساش وأبتدي أختال وأبتدي أشوف يعني آه وإيه المشكلة هفتكر اللحظات الصعبة بالضبط علشان أقدر بعد كده أتعز وما أرجعش تاني أن أنا أوصل للعسر ولا أرتكب ما ارتكبه من ظلم الناس قبلي يعني اللي ظلم الناس قبلي على ربنا يقول تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين المتقون يخفون الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض نبينا عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا يقول إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسر أيضا نفس المعنى الموجود في القرآن أما على المستوى الشخصي والحياتي فمر صلى الله عليه وسلم بمحا شديدة جدا حتى إنها في بعض الأحيان كان بعض الناس ييأسون تماما فكان دائما صلوات الله والسلام عليه أولا يذكرهم بالأمرين أننا نثقوا في الله ربنا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به يعني لو أنت أحسنت ظن بالله ستجد حسن ظنك لو أسأت ظن بالله لن تجد إلا سوء ظنك فعلينا أن نحسن ظن بالله وهذا يدفعنا للأخذ بالأسباب يدفعنا لمزيد من العمل العمل والأمل هذا هو مربط الفرس أنا مع الشباب حتى وإن لم ينزل جيلنا إلى الشوارع نحن معهم بقلوبنا نحن داعمون لهم نحن نضم أصواتنا لأصواتهم لا تيأسوا من هؤلاء الذين في البيوت بل خذوا حتى منهم الدعاء يعني على الأقل خذوا منهم الدعم المعناوي حتى وإن لم ينزلوا معكم إلى الشوارع لكن يكفي أن يكونوا معكم بالقلوب معكم بالعزائم فأسأل الله عز وجل أن يوفق هذا الجيل لمزيد من العطاء لمزيد من الصبر لمزيد من التفاؤل لمزيد من الخير هي مسألة وقت والمولود سيخرج سيخرج بإذن الله وهي مسألة مخاض ونرجو ألا ينجح من يريدون الإجهاد لهذا المولود الجميل طيب فيه شروط لنزول اليسر أكيد زي أي أو أي هي طبعا من أهم الأسباب ما قلناه الأمل والعمل لأن الآيات كما قلنا انتهت بالنصب فإذا فرغت فانصب يعني إذا استطعت أن تأخذ بكل ما أتيت من الأسباب وآيات سورة الطلاق فيها ويعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أته كل ما يتيسر لك من الأسباب لا بد أن تأخذ به الدعاء اللجوء إلى الله عدم الإعجاب بالنفس يعني مش معنى أن أنا بالضبط كده فالله عز وجل لا يحب المختلف العدل والإحسان يعني العدل لا يمنعنا من الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تدوى وهكذا إذا نحن مطالبون بالعدل مطالبون بالإحسان لا بد أن نكون على مستوى المسئولية يعني من أسباب عدم اليأس من أسباب التفاؤل من أسباب زوال العسر أننا نتذكر الدروس التي مضت وأن هذه الدروس حصل فيها شيء من الغربلة يعني في الأول كانت المسألة التخلص من أسرة معينة تريد التوريث ثم أصبح المسألة حكم العسكر ثم أصبح المسألة حكم التسلط الديني يعني المسألة مرت بثلاثة مراحل هذه المراحل كما مرت المرحلة الأولى بنجاح وكان فيها دروس ومحن وشدائد وكنا في كل درس نشعر بشيء من الإحباط بعد ذلك المسألة تحولت إلى الحكم العسكري ثم إلى الحكم الديني حتى ولو سميت مرجعية إسلامية في نهاية المطاف الشعب المصري لا يمثله إلا من يؤمن بأنه مصري بأنه ينتمي لهذا الوطن صحيح بكل تعدديته وبكل اختلافاته وبكل ثقافاته وبكل الديانات الموجودة فيه كمان صحيح ربنا يقول واجعلناكم شعوبا وقبائي يعني الشعوب مذكورون في القرآن فالشعب المصري هذا سنة من سنن الله عز وجل فمن الأمور التي أنا أتبنىها وأدعو إليها مصري وبس يريد كل واحد مصري من التسعين مليون مصري يؤمن بهذه الكلمة انتماء الأساسي لهذا الوطن أي انتماءات أخرى دينية أو سياسية أو أيا كانت هي يمكن أن نختلف عليها أو أن يشاركنا فيها غيرنا يعني أنا مثلاً لبرالي يوجد لبراليون في بلاد أخرى أنا مسلم يوجد مسلمون في بلاد أخرى أنا مسيحي يوجد مسيحيون في بلاد أخرى نحن في داخل الوطن سنختلف لكن ما الجامع المشترك الوحيد مصري وبس فهذا العسر سيحله هذه المعادلة البسيطة كلمتين مصري وبس انتماءنا الأساسي للوطن نريد الجيش حاكماً نريد الدين حامياً نريد الجيش حامياً نريد الدين حامياً الجيش يحمي الوطن يحمي الشعب يحمي الحدود يحمي الدولة الدين يحمي القيم والأخلاق والمبادئ نحن نريد الصدق نحن نريد الأمانة نحن نريد العدل أليست هذه القيم مذكورة في القرآن الكريم؟ ذلك الدين القيم وذلك دين القيمة ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب كثير جدا بيصابوا غزبا عنهم برضو بفكرة أننا نحن نحاول ونعمل ونفشل أو نحاول ونعمل ونطلع خطوة نرجع عشر خطوات ونحاول ونعمل برضو فكرة التكرار والمحاولة مرة في اتنين في تنين وتبقى حاسة أنت عملت كل حاسة صح وفي الآخر برضو تحصل حاجة تحبطك أنا أتكلم عن مستوى شخصي أو عن مستوى عملي أو عام في الآخر قطرة المحاولة والفاشل هل ده معناها أن الشخص بيحاول في الحتة الغلط أو بس أدير رسالة من الله أنه بيقول له ملاش هنا الموضوع ده مش منصيبك أو موضوع ده مش حتتك حاول في الانتجاه الثاني ولا هي فكرة بالزبط المجاهدة وأن الموضوع ما يجيش سهل عشان خطر الواحد دي يعرف أمته والمثابرة يعني ناخد إزاي بالعلامات أو بالأسباب كل ما ذكرته صحيح يعني كل هذا هي دروس وعبر نستفيد منها لا عيب أبدا أن يخطئ الإنسان إنما العيب أن يصر على خطأه وأن يحاول أن يصوره أنه صحيح ربنا يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه فهناك من يريد أن يزين الباطل في صورة الحق يكذب ويريد أن يصدقه الناس كيف يكون ذلك لا يمكن أيضا هذا يدعونا للاستفادة مما مضى لإصلاح ما هو آت يعني المسألة أني أتعثر ولكن أقوم وأواصل فربنا عز وجل يأمرنا فإذا عزمت فتوكل على الله إذن لا بد من الإثنين مع بعض لا بد من عزيمة إرادة هذه الإرادة هي التي تحرك هذا الشباب الذي نزل يوم 25 يناير 2011 وهي التي تحرك الشباب فيما بعد يعني وفي هذا المقام لا ينبغي أن أنسى هؤلاء الشباب اليوم 1 فبراير في مثل هذا اليوم العام الماضي مات أكثر أو قتل أكثر من سبعين شهيدا في استدبر سعيد ظلما وعدوانا وهذا لم يكن مجرد يعني تصرف في مباراة رياضية لا هذا وراءه أيضا أسباب سياسية تتعلق بكبر قصر النيل قبل ذلك إذن نحن الآن نتكلم عن شباب عنده عزيمة عنده إرادة لا ينبغي أبدا أن نحطمهم ولا ينبغي أبدا أن يؤسهم ولا ينبغي أن نضعيفهم بالعكس علينا أن نقف معهم ووثيقة الأزهر أمس من مزاياها برغم ما فيها أنها اعترفت بالشباب أن الشباب طرف ثالث في هذه المعادلة فقالوا يوجد حكومة ويوجد معارضة ويوجد شباب فاعترافوا هذه الوثيقة بأن الشباب طرف ثالث وأن المعارضة المعارضة لا تمثل هؤلاء الشباب تمثيلا كاملا هذا من مزايا ما حصل في هذا العسر الذي نعيشه جميعا تكريت أن لا إحنا أكبر فنعرف أحسن وأنتم لسه بزبط شباب أو أطفال مش فاهمين أو لسه فكركم لم ينضج أو نحن أعلم أو نحن أقوم الاتجاه ده برضو إزاي وحيتلاقي دائما فيه خطاب ديني بيدعم الخطاب الديني هو إنه لا لا وده كبير وإنه مش عارف هذا الاتجاه كيف برضو نتعامل مع هذا بالدفاع عن الحق أو في الآخر عمر ما ربنا حيضيع حد بيدافع عن حق نظرية الكبير والصغير التوقير والرحمة ربنا عز وجل ذكر في كتابه الكريم وبالوالدين إحسانة فرق بين توقير هذا الكبير وبين أن يتحول هذا الكبير إلى مستبد أنا من الذين رصدوا هذه الظاهرة يمكن من عشرين أو تلاتين سنة في البيوت أن الآباء أصبحوا يتسلطون على أولادهم وأنا نفسي مررت بتجربة مع أولادي في هذا المقام في النهاية لما بدأت أنزل أنا إلى مستواهم وأتفاهم معهم وصلنا إلى معادلة انطلقوا بها ويعيشون بالطريقة التي يرضونها في نهاية المطاف ولكن يستفيدون من خبرتي يعني يلجأون إلي فيما يأسر عليهم فهمه لأن عندي أكيد خبرات متراكمة هم ليس عندهم هذا الرصيد من الخبرات لكن عندهم من الفهم والوسائل أيضا يعني هذه الوسائل التي تيسرت للناس هذه من أسباب الخروج من الأزمة التي نعيشها الآن أن الوسائل أصبحت سريعة وسائل الاتصال أصبحت سريعة جدا هم يحسنون استعمالها نحن لا نحسن استخدام هذه الوسائل وهم أمهر منا فيها وبالتالي حياتهم الرتم فيها أسرع من الرتم الذي يعيشه الجيل القديم لا ينبغي لنا أبدا أن ننسى أن جيلنا كان مختلفا عن جيل الأباء الذي ربونا ونفس الشيء علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل هؤلاء أبناؤنا هؤلاء ليسوا ملكا لنا فرق بين أن يكون أمانة في عنقك وبين أن تعتبره مملوكا لك تتصرف فيه كما تشاهد هذا الاستبداد مرفوض تماما في الإسلام فضل يوم الجمعة ختاما دايما الجمعة هو يوم مفروض هو يوم كرم ويوم خير وكده يعني سأقول إيه بحكم الظرف برضو والظروف السياسية بقى مرتبط يوم الجمعة جمعة الخلاص جمعة الغضب يعني بدأ يرتبط بالمشاعر المتأججة وبدأ برضو يرتبط بالتعبير عن الحق والتعبير عن الرأي ودي فضل ودي نعم ما كانتش يمكن عندنا كمان قبل كده فخلينا نقول إزاي نقدر نستفيد أو نستهدي بفضل يوم الجمعة إن إحنا نقدر نعبر عن إحنا عايزينه وكلام ده كله بس من غير ما يكون فيه عنف طالما ما فيش عنف من نحن المقابلة برضو نبذل عنف أحسنت في كلامك العنف يأتي ممن بيده القوة يعني الشباب المسكين الذي في الشارع هذا لا يملك شيئا أساسا يعني هو يعتدى عليه فيضطر للأسف أن يدخل في معادلة الدفاع عن نفسه وهذا الكلام لا ينبغي أن ينسى يعني عندما يقال قال الجدار للوتد لما تشقني قال سل من يدقني يعني هناك من يضربه فالجدار يجتاكي كل فعل رد فعل بالضبط هذا رد فعل إذن نحن الآن يوم الجمعة يوم رحمة يوم مباركة هو عيد الأسبوع في الدين الإسلامي وبالتالي علينا أن نستبشر خيرا علينا أن نتفائل خيرا علينا أن نذكر أنفسنا بأن هؤلاء الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع في 25 يناير 2011 ما زالوا في الشارع إلى الآن وهم المولود الذي إن شاء الله نحن جميعا نرجو له الخير ندعو لهم بالتوفيق ندعو لهم بالحماية بالرحمة لا نريد لأولادنا طبعا أن يقتلوا ولا أن يعتدى عليهم وكفانا مزيدا من الدماء الدماء المحرمة التي تراق في الشوارع المصرية وحتى في استدادة الرياضة التي ينبغي أن تكون سببا في الخلق الكريم كما قالوا الروح الرياضية نحن نريد أن نبني نريد مزيدا من الخير مزيدا من العطاء مزيدا من رحمة الله عز وجل ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى وسيكون بإذن الله عز وجل خيرا لنا ولأولادنا ولبلادنا وشكرا لكم على دعوتكم شكرا لحرية كفانا واستفدنا جدا بجد الشيخ سامة القوسي الدعاية الإسلامي نشكرك شكرا للمشاهدة أعتقد أن الحمد لله في نهارك سعيد عبوما محظوظ أن الخطاب أو هو بيدي أعتقد يعني بيدي مثل معتادل جدا في الخطاب الزيني ودي برضو حاجة من أفتقدها جدا ومحتاجينها جدا في هذه الأيام مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع ثاني خليكم معا اشتركوا في القناة